عام على انطلاق ثورة تشرين العراقية ويزالت الحكومات وميليشياتها تثخن في قتل وخطف واعتقال المتظاهرين السلميين بحسب منظمة العفو الدولية لكن يبدو أن الثوار المصرين على استمرار ثورتهم لا يثنيهم القمع والتنكيل فقد رفعوا صور الشهداء والمعتقلين والأعلام وشموع وأكدوا عزيمتهم على المضي من أجل تحقيق أهدافهم وأولها إسقاط نظام المحاصصة الشباب العراقي الذي هزت تظاهراتهم النظام السياسي وأسقطت حكومة عبد المهدي يعتقدون أنهم ما زالوا بعيدين عن تحقيق التغيير الذي أرادوها بحسب موقع بلومبرغ لذلك عادوا إلى الساحات وهم مصممون على استكمال ما بدأوا به من دون أن تتغير مطالبهم المتمثلة في إنهاء نظام المحاصصة الطائفية ووضع حد للفساد ووقف التدخل الأجنبي لسيم الإيراني عبر أذرعه الميليشيوية هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن عاما مضى منذ انطلاق نخبة من شباب العراق في الأول من تشرين الأول لتعيد لكثير من العراقيين أملهم في استعادة بلدهم وانتشاله من واقعه المؤلم وتجديد العزم لإنقاذ العراق ودعت الهيئة أبناء الشعب العراقي للالتفاف حول القوى الوطنية الرافضة للعملية السياسية وعدم التنازل عن أهداف الثورة أو التفريط بدماء شهدائها الحكومة الحالية لم تحقق مطالب الحراك الشعبي المتمثل في التغيير السياسي الشامل والتخلص من الميليشيات والأحزاب الفاسدة التي تسببت بالفوضى وزيادة حدة الفقر ونقص الخدمات بحسب صحيفة ذا ناشونال الأمريكية ولذر الرماد في العيون سارعت الرئاسات الثلاثة للتهنئة بذكرى الثورة في محاولة مفضوحة لهروبهم من دائرة الاستهداف الثوري المطالب بإسقاطهم مع قاعدتهم السياسية من جانبها أكدت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي مواصلة تأييدها للثورة والثوار فيما دعت الشعب العراقي إلى الاستمرار في التظاهرات وإكمال مسيرة الشهداء ورغم مرور عام من التحديات التي تواجه ثوار تشرين لا زالت تصدح أصواتهم برفض نظام المحاصصة وهتفات منددة بإيران وأمريكا واستخدامهما أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات